كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن وجود مشروع لتطوير مستشفيات جامعة عين شمس والقصر العيني وتم خلال الاجتماع استعراض مخطط تطوير مستشفيات جامعة القاهرة الذي سيشمل زيادة المساحة الفعلية بعد التطوير إلى نحو 280 ألف متر مربع وستم تنفيذه على ثلاث مراحل وتضمن تطويرا كاملا للمباني والأقسام في كل مرحلة شكرا